على مساحة تقدر بـ 793 ألف متر مربع وبطاقة تبلغ 500 ميجاواط وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مع شركة هايبورت الدقم اتفاقية حجز أرض لمشروع مرفق إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا وهو مشروع مشترك في قطاع الطاقة البديلة بين مجموعة أوكيو ومجموعة ديمي البلجيكية وتأتي هذه الاتفاقية للشق السفلي بعد اتفاقية حجز الأرض للشق العلوي من مشروع الطاقة المتجددة في سبتمبر العام الماضي للمضي قدما في العمال الهندسية التحضيرية وجمع بيانات الموقع لمشروع إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر والأمونيا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبحسب الاتفاقية ستقوم شركة هايبورت الدقم بالعمل على تطوير منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة القريبة من ميناء الدقم بعد إنتاج الطاقة البديلة عن طريق توربينات الرياح والألواح الشمسية التي ستركب في المنطقة المخصصة للطاقة البديلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي وقعت اتفاقيتها سابقا على مساحة تقدر بحوالي 200 كم مربع ويتكون مشروع هايبورت الدقم لإنتاج الهيدروجين الأخضر من ثلاثة عزاء وهي تركيب وتشغيل حقل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمرحلة الثانية إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والتي تتكون من مصنع للتحليل الكهربائي ومصنع لتوليف الأمونيا ومنشآت التخزين والمرحلة الثالثة إنشاء خط لنقل الجهد العالي من الطاقة بين الحقل والمحطة وفي وقت سابق من العام الماضي قامت هايبورت الدقم بتركيب وتشغيل أربع صوار لقياس سرعة الرياح ومحطتين للأرصاد الجوية الشمسية داخل الموقع للتأكد من جمع البيانات التي تحتاجها الشركة من أجل إتمام دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع هذا وتعد هذه الاتفاقية محطة مهمة في سير عمل هذا المشروع حيث تتيح لفريق العمل إقامة الدراسات اللازمة على الأرض مثل دراسة التربة والدراسة الطبغرافية وذلك تمهيدا لعمل دراسة الجدوى للمشروع والبدء فيه كونه باكرة المشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا والتي بوجودها في الدقم ستتيح للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمل على استقطاب الكثير من المشاريع التي تعتمد على الطاقة المتجددة مثل إنتاج الحديد الأخضر وإنتاج الألمونيوم الأخضر ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة المتجددة